هذا الامتحان في ثالث وآخر أيامه الفترة الصباحية مخصصة لمادة اللغة الفرنسية وبعدها العلوم الطبيعية أليس كذلك عبدالعالي نعم صباح الخير زميلي طارق ولكم مشاهدين قناة النهار نواكب عملية امتحانات شهات المتعليم المتوسط لمادة الفرنسية خاصة اليوم وهي ما اليوم الأخير في وسط تفاؤل كبير من قبل المنتحينين وتلميذ خاصة أنه أغلب هذه المادة كانت مميزة جاءت في إطار إطار البرنامج الدراسي وحتى الإجابات التلميذ كانت مميزة معتز معتز هاي معتز معتز إن شاء الله عمزي تكون إن شاء الله في الثانوية وشوف اليوم تحانت على الفرنسية سهل في متناول الجميع سهل في متناول الجميع جاوب تمليح إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله نكون من ناجحين إن شاء الله وش تقول لولديك وش تقول للناس قبل يراهم يجوا في الفرنسية سهلة ما أنت بتقدر تجاوب وشكة حواجي كل قليتوها هاي الحمد لله هاي زيد الشام مات الفرنسية اليوم كيفاه هوليدي بشوفت مات الفرنسية جت وفق البرنامج يعني ما جت فهه حتى صعوبة جت سهلة وفي متناول الجميع حتى المواد الأخرى حتى المواد الأخرى يعني جت سهلة بعض اللي يقرأ يلقى بعض التميينات جت صعبة بعضها شوية بعضها صح قريتوها قريناها بوفق البرنامج هاي بانوتا هاي هاي بانوتا هاي هاي بانوتا وحكي لي على الفرنسية اليوم كيف كانت أجواتها الفرنسية سهلة يعني كل حواجة قريناها وما كاش حاجة مقريناهاش معناه اللي يقرأ يلقى جاوبتي مليح اليوم اه وما ست أبن علامة مثلا قدهتك توقعي فوق الخمسطاش فوق الخمسطاش فوق الخمسطاش ربي يبارك ما شاء الله المنصف فهمتوه الأسئلة كانت واضحة وكل شيء واضحة الحمدودة وش تقولي لولديك وش تقولي الزملان تاعك سألت ورحيهم ان شاء الله فرح ان شاء الله ان شاء الله نجيب معدل سماح ونفرحو وعمل جاي نكون في الأولى ثانية احكي لي جاوبيني عن سؤال مهم الحجرات كيف كانت خاصة فوقعات اليوم يسخانها شوي كيف كانت الحجرات كانت باردة وموفرينكو كل شيء معناها باش نقدر نجاوب ونقدر نركز عربي بارك هاي بنت هاي اليوم كيف كانت أجواء تعمتحان لمادة الفرنسية لباس سهل كل شيء سهل وكل شيء قريناه وفي الموتنا والجميع نعم وإجابة جاوبتي مليح وإن شاء الله تفرحي ولديك إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله معنا رئيسة أولياء التلاميذ الأكيد أنه عمل جبار خاصة في الفترة هذه مرافقة الأبناء ويعطينا حتى تفاصيل تعال ابن التاعو لأنه مميز أكيد عندك تفاصيل تقدير تضيفها على سواء على المركز أو حتى مواد الامتحان بسم الله الرحيم والسلام علي رسول الله هذا في هذا اليوم الأخير من امتحان شهد تعليم الأساسي رفقنا تلاميذ من بداية الامتحان إلى اليوم الأخير لاحظنا المواضيع كلها كانت في المسواة وتلاميذ كلهم كانوا راضين بهذه النتيجة والشيء المميز في هذه السنة أنها المواضيع كانت كلها من الدروس لدرسوها في هذه السنة مع العلم أن تلاميذ كان بعد ضغط كبير من بداية الموسم الدراسي حتى يوم الأخير من الشهادة وهذا إن شاء الله يظهرون بنتائج ممتازة وإن شاء الله تكون ولاية الواد هي الأولى وطنيا في هذه النتائج كما نشكر سيد مدير التربية وولي ولاية الواد على تسخيره لحافلة نقل التلاميذ وتوفير الماء وتوفير المشروبات بحكم المنطقة هذه أكيد أن الحجرات خاصة مع فصل الصيف أكيد رأي ابناء ولدك في الموضوع حالي والله هذه المنطقة معروفة بالسخانة وولدي قال ما إن شاء الله قال رئيس المركز وفررهم الجو وتبريد مع توفير المياه في كل القاعات مش في كل القاعات وفررهم الماء بالنسبة للمتحانات ترى ظروف أكثر من عادية واللي يجتهد إن شاء الله يكدره ويلقائه لا بإذن الله إن شاء الله هذه النتائج إن شاء الله تكون نتائج متميزة معناها مقارنة بالسنوات اللي فاتت معناها بنظر انطباعة التلميذ وفرحة في كل مادة يعدوا ويخرجوا فرحين إن شاء الله نتمنى التوفيق والنجاح ورب وفقهم إن شاء الله إن شاء الله الأكيد أننا سنرافقكم أيام إن شاء الله شهادات علانة عن النتائج وأننا سنكون مع الأولياء الذين يرافقون أبنائهم الأهم أن كل شيء أن التلميذ يؤكدون أن كل الأسئلة وكل المواد جاءت في إطار الدراسي لهذه السنة والمواد كلها تقريبا مقبولة وفيها بعض الأسئلة التي يتم فيها التمييز بين التلميذ المتميز والقادر على الإجابة وليكون عندهم علامات ممتازة مقارنة بالتلميذ الأخرين ولكن عموما الأسئلة كانت في متناول التلميذ إن شاء الله بالتوفيق والنجاح إن شاء الله إلى أبنائنا إن شاء الله إن شاء الله هذا ما نتمنى طبعا شكرا جزيلا لك زميلي عبدالعالي رحومة مراسل النهار من ولاية الوادي طبعا